انصح نفسي والمشاهدين اي معصية تفعلها شرع لك ان تتوضأ وان تصلي ركعتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا ثم يحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له يقول ابن بطار رحمه الله تعالى افضل نجلس يجلسه الرجل والمرأة ان تجلس بعد الصلاة المكتوبة في مصلاك قال لان الملائكة تستغفر لك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم وانت جالس بعد الصلاة اجلس ولو خمس عشر دقايق من قال سبحان الله سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله اكبر ثم دعا الا قال الله اجبت اجبت او لك كذا او لك كذا